بنحقيكن من جديد الحلوة بـ 15-44 إنه كل ما نحكي عن شغلي الحمد لله إنه الاستجابة بتكون سريعة وبتتنفذ بس الأحلى من هيك صار إنه قبل ما نحكي عن الشغلي الأمور صارت تتنفذ تماما كيف تلما حصل معنا الأسبوع الماضي الأسبوع الماضي كنا بنا نحكي إنه من يحمي أولادنا من الغرق بالمدارس وحطينا بالبرومو صورة لأحدى المدارس والملعب يعني جدار الملعب اللي هو على البحر تماما مكسور ومفتوح يعني بيخلي الولد بسهولة يمرؤ من الملعب إنه يسير بالبحر بالماء بكل سهولة فبمجرد نمرأة الصورة ولكن لدي الوقت ما قدرنا نتطرق للموضوع الأسبوع الماضي عأساس بدنا نتطرق له كنا هاي الجمعة سبقتنا المدرسة وعلجت الموضوع خلينا نشوف التقرير شو قريبة عالبحر في ملاعب البحر في شوف في ملاعب البحر في ملاعب البحر في ملاعب البحر الأول ولد الصغار أو شيء آآ لأنه منطرراش وهك أنه كان بدي ولد صغير بدون واعي نزل هاي شو قول حل لهادا كلا مالولد أو شيء أو ما تخلو حدا ينزل بما أنه الملعب هون وعم تقلب. ايه. اه. 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 هون سفوفة هيك. سفوف الروضار. اه. كمان حرام. اه سفوفهم و هون يتغرب وجهم. حرام. اذا الاسبوع الماضي نزلنا اه بروموم. بيان في الحايط بالمدسة كيف هو مكسور بالملعب. وكيف ممكن الطلاب بااااا لحزة انهم يسيروا بالبحر ويصيروا بالماء فلديق الوقت متل ما قلنا ما قدرنا ننزل هيدا الروبورتاج اه قلنا بناجله لها الجمعة ولكن يبدو اه الحمد الله يعني انه المدرسة كتير اه تنبهت لهيدا الموضوع وباليوم التاني بعتوا لنا اه هالصور اه وبعتوا لنا كمان معهم بيان صغير بيقول انه اه هني كانوا هالعاصفة اللي ضربت لبنان هي اللي كسرت الحيط خلينا نشوف اه الحيط كيف صار اه سكروه اه وهني بيقولوا انه وقت العاصفة انضرب هيدا الحيط وانكسر وانفتح على على البحر ولكن تقدموا هني بطلب لوزارة التربية ولكن يبدو انه الطلب كان متأخر باعدة ترميم هالحيط ولكن اه كمان هون بنكتشف انه لما طلعت القصة بالاعلام ما نطروا لوزارة التربية ولا حدا ب24 ساعة نعمل هالحيط ما بتصور انه كان بدا هال المعاملات الكبيرة لانه نسكر اه ممر صغير بيوصل من ملعب في ولاد صغار وفي حضاني صحيح هو موقف ولكن الولاد شفناهن يعني حوّقنا هيك باحمر حل الولد كان موجود ولكن اه ما فينا الا منقلكن شكرا على قليلة تحركتوا واهتميتوا للموضوع لانه كمان حياة ولادنا بتهمنا وبتهمكن على ما اظن اه قبل ما نروح يعني بعدنا ناطرين انه يجهز الاتصال عبر الاقمار الصناعية من تهران يبدو انها مشكلة صغيرة ولكن بانتظار انه يصير جاهز خلينا نروح فاصل صغير ونرجع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة